أهلا بكم مشاهدين مجدداً والبداية من الشأن الأمني إذ استشهد أحد عشر عنصراً من الجيش العراقي بينهم ضابط جراء هجوم لداعش الإرهابي في أطراف ناحية العظيم شمالي محافظة ديالا مصادر أمنية أفادت أيضاً بأن أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شن هجوماً مباغتاً فجر اليوم الجمعة بأسلحة متنوعة على مقر للجيش العراقي بين قرى طلع وأم الكرام غربي ناحية العظيم مما أدى إلى استشهاد أحد عشر جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم أول